معانا مفاجأة حلوة على الهوى واحد من الفنانين الكبار اللي دايما بيستمتع بيهم المصريين والتونسيين وكل الوطن الوطن العربي بفنه الجميل تقلق في مصر هو تونسي وتقلق في مصر وبحبه المصريين والتونسيين معانا على التليفون الأستاذ والفنان الجميل والفنان الكبير أستاذ صابر الرباعي تحياتي لك يا أستاذ صابر ومنور قناة نادي الأهل أهلا مساء الخير ومساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين قناة الأهل أحنا مساء بك وشكرا على المقدمة الجميلة الأول بنبريك لك على الأغنية الجديدة أغنية الباشا ما شاء الله مكسرت دنيا يا حمد لله بنخليك وذا يشرف لي وتحيي للصناع الأغنية كذلك كلهم يعني من الملحن والشاعر والموزع وكل إدارة الإنتاج كلهم اشتغلنا يعني على الأغنية وإن شاء الله توصلت للناس وإن شاء الله حتوصل أكثر أكثر إن شاء الله عرضين لحضرتك صورة دلوقتي على الهواء معانا على شاشة قناة الناد الأهلي وفي ظهرك نهر النيل الله الله طبعا يعني علاقتي بالنيل وعلاقتي بمصر مش وليدة اللحظة يعني لأنا سنين أنا متواجد بمصر وسنين يعني أتوافد على مصر بحكم شغلي وبحكم عشقي كذلك لطرابها وعشقي لأهلها وأصدقائي اللي فيها طبعا هم كثر فدائما يعني أتوك إلى زيارة مصر ما شاء الله الفنان صبره رباعي شعبية كبيرة في مصر وفي تونس وإحنا دخلين على حدث كبير نهاية دورة أبطال أفريقيا بين الأهل المصري والترجي التونسي وإنت حدثت ليك شعبية كبيرة في مصر شايف وليك طبعا يعني ليك في الكورة شايف العلاقة القوية اللي بتجمع ما بين مصر وتونس إزاي يا سيد صابر طبعا هي أكيد يعني تبقى دائما في إطار المنافسة الرياضية الشريفة اللي بين بلدين متعودين على بعض متعودين على نجاحاتهم كمستمتعين أحنا بالكورة المصرية كمستمتعين بالكورة التونسية ودائما مش غريب طبعا يعني احنا دائما تونس ومصر نلتقي دائما في المناسبات الكبرى فما بالك اليوم نحكي عن مناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا فاحنا الترجي والأهلي دائما يعني يمتعون أول شيء بمباراة قوية جدا يمتعون بكمية اللاعب وكمية الكورة النظيفة واللي تشرف كل بلد وتشرف بلدهم يعني بالنهاية فأنا بالنسبة لي أنا يعني لحظات المتعة لما نلتقي في مباريات نهائية ولا في تطفيات ولا هذي كله نستمتع بيه صراحة يعني كلنا هتشوف المباراة في مصر ولا في تونس سوصوب أنا المفروض بش نكون في تونس إن شاء الله مع الأسف رش نكون أمام الشاشة ولو أنه المباراة يعني بتكون هي أولا في رادس المباراة أولا في ملعب رادس حمد العقر بالضبط والمباراة الثانية تكون في مصر إن شاء الله في مصر فيعني أكيد المتعة بش تكون موجودة والحماس بش يكون أكثر من رأة أكيد شايف واحد من نجوم تونس وهو بيلعب في مصر وإحنا كمان بنعتبره في النادي الأهل إنه خلاص يعني مصري نظراً من التقلق الكبير لي والشعبية وحبه للنادي الأهلي علم علول شايف علم علول إزاي وأدوه مع النادي الأهلي وحب المصريين ليه هو علي معلول مشهر في الكرة التونسية دائماً كان في بداياته لما كان في نادي السفاقسي كان ممتاز جداً وكان دائماً يعني كل الرياضيين وكل الجمهور يشيد بإمكانياته ولما انتقل إلى مصر والأهلي بالذات يعني نجمه صار أكبر وتعاملوا مع الكرة وتعاملوا مع كل التفاصيل زاد وصار من المحترفين اللي شرفوا الكرة التونسية صراحةً يعني علم علول معبود الجماهير التونسية ومعبود الجماهير الأهلوية بالذات ويعني شرف لنا احنا كتوانسة وكرياضيين تونسيين أن يكون عندنا لاعب بقيمة علي معلول ينجح في نادي كبير نادي القرن نادي كبير مثل الأهلي ويكون مكانته كبيرة في قلوب كل الجماهير فطبعاً إن شاء الله ربي يكون في عونه وكيد يعني صعب أنه يعني نقول أنه عليه يعني يعني الموقف متاع عليه كتونسي ويلعب لألوان الأهلي فلازم يكون قد المسئولية ولازم يكون يشرف الكرة التونسية ويشرف الأهلوية كذلك لأنه هذا نهائي ونتمنى له توفيق وكل اللاعبين صراحةً من كان من الأهلي أو من الترجي إن شاء الله يمتعون يوم النهائي إن شاء الله الفنان الكبير صابر رباعي وهو متابع جيد لكرة القدم تتوقع المباراة القادمة إن شاء الله واللي بعدها كمان بين الأهلي والترجي النتيجة كم كام يشوف أنا ما نحبش أتوقع لكن أنا بالنسبة لي أنا نقول أنه أفريقين مثل الترجي والأهلي يكفينا فخراً أنهم فريقين عربيين بالضبط فريقين عربيين يكونوا في كأس العالم للأندية بنسخة الجديدة ويقارع على مكانة مشرفة جداً أمام العالم وأمام الأنظار العالم فهذا يشرف لنا أحنا كرياضيين تونسيين ولا مصريين فالفريقين هدوما بالنسبة لي نحن المكسب أو الخسارة ما بيهمش أكثر من أنهم يكونوا خير سفير للكرة متاع كل بلد فيهم فالفوز للأشدر هذا أكيد يعني الفوز للروح الرياضية الفوز للعلاقة الطيبة الرياضية ما بين تونس ومصر هذا أهم شيء بالنسبة لي نحن وإحنا متعودين عليهم كفرق كبرى جداً فرصة معنا الفنان صاحب الصوت الجميل وصاحب الشعبية الكبيرة الفنان صابر الرباعي عايزين نسمع صوتك دلوقتي على الهوى وبمناسبة الحدث الكبير ما بين الأهل والتراج مصر وتونس ممكن يسمعنا إيه على الهوى دلوقتي بمناسبة الحدث الكبير ده ولو أنا ما نحبش الغناة في التليفون ولو أنا لكن بس خلي بالك صوتك حلو في كل الأوقات شو تحب وتسمع مازالاً نعطيني أي حاجة اللي عارف أنا مش عارف مش مركز بدرجة كبيرة علبة أشاب وردة فخده بمس على الحلوين زجمل أصلي بتاع بلده وما شفت الزي يتنين ملكتن العظمة يعد البيبيس بعد أتجب الواصل وما عدي ماهو برضو الناس ما أمات إلى أخير غنيها ماشاء الله جميلة ومكسرة دنيا الفنان الكبير صابر رباحنا بنشكرك شكراً جزيلاً والمباراة التانية بندعوك على الهوى إن شاء الله تكون موجود في صدق قاهرة وتشاهد مباراة الأهل أمام التراج بإذن الله إن شاء الله شكراً لكم إن شاء الله شكراً لفهم كبير صابر الرباح وشايفين العلاقة الحلوة شايفين الروح الجميلة ما بين مصر وتونس ده فنان كبير يعني كل تقلقه وكل حياته في مصر هو أصله تونسي